عن الفاشن لكن لما يكون أسلوب حياتنا العصري ومع التغييرات الحاصلة معنا حتى العباية صار فيها تغيير وعشان نعرف أكتر عن الموضوع ده معي مصممة الأزياء ومدربة الرياضة اللي جين رفاعي أهلاً فيك أهلاً فيك أباك تقولي لي مش مرحبا بيت عبايتك أباك تقولي لي كيف خليت العباية اللي احنا متعودين عليها تكون عباية رياضية في نفس الوقت هي جات الفكرة أنه زوجين يحب يسوي رياضة برا وأنا يعني ماني قادر أشاركوا في الموضوع ده أبداً لأنه حسيت فيه شيء بعيقني من أني أنا أكون مرتاحة فصممنا هذا المنتج الأول اللي هي العباية الرياضية عشان تسهل الحركة وتسهل نمط الحياة الصحي كيف خليتي فيها أشياء يعني غير العباية العادية هل بالقماش ولا بتصميم القماش هو احنا نصممه ليه فورمي لمعينة فنختار الخصصيات اللي احنا نبغاها تكون تمتصى العرق وسهلة في الحركة وكمان تخلي الجسم أنه يتنفس أنه تحسي نفسك أنه أنت يعني ما هي مكتومة هذا أحسن شيء اللي يكون هنا مضادة للأشياء فيها اللي ضد التعرف بزف بزف وكيف شيف تقبل المجتمع تغيير طبعا عندنا حاصل مرة كتير يعني مثلا في يوم المرأة العالمي سهلت فيه مراثونات لنا نقدر نمشي فيها ومس خاصة لنا وكيف قد إشهد هذه العباية حتساعد البنات في هذا الشيء طبعا بتساعد مرة كتير ومرة في تقبل مرحله من المجتمع بالزات مع تغييرات الحلوة اللي بتحصل الضحين يعني الحمد لله يعني الناس متقبلينها مرة كويس وبيستفيدوا منها كمان هو أهم شيء أنه تستفيد منها لطريقة اللايفستيل النمط الحياة الصحي طب إيش الأساسيات اللي مفروض تكون في دات تصميم؟ الأساسيات هي طبعا أول شيء الزيبر تسهل السستة تسهل أنك تلبسيها وتشيليها مقفلة من تحت عشان أنك ما تشيليها ستتكشفي الهودي للمحجبات طبعا مرة مريحة كمان من نسبة للخامة أي والخامة طبعا تسهل الفلكسيبيليتي المرونة سهلة الحركة ما تقيدك في أي شيء حتى تناسبها أتوقع الأمهات لما يلعبوا طبعا أكيد أنه في نواع رياضة كمان تحس تحتاج فيها الحركة الزيادة سيناسبها وبالذات على موضوع الأمهات مع أولادهم خلاص ما تصر تتشيلهم تروح لأطفالك تلعبي معاهم ما في شيء عيقك من أنك تشاركيهم في هذا الشيء الحلو وقال إيش مجتمعنا بسارت فيه ديت تغيير أنه حتى العباية تغيرت فكيف شايف هذا التغيير؟ صراحة مرة تغيير حلو بالعكس أنه يشجعنا أنه نصمم أشياء فيها فونكشنالتي أكتر أنه نستفيد منها أكتر وأكتر فهذا شيء مرحله صراحة وحلو أنه موضوع السواق أنا حبيت حركتها من تحت فمرة تساعد العضايا العادية نحن كنا متعودين عليها أشعر صعبة في حكايتها كذا سهلة تخشي السيارة تطلع منها ما في شيء يعني تسهل الموضوع تماما خلاص أنك المرأة أنه تطلعت وتسوق في السيارة شكرا لوجين ورأتين أنه الحاجة أمها الإختراع وكيف سحلتين هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر شكرا